لا مؤشرات مشجعة بشأن خطوات بناء ثقة حتى الآن فالخلاف بدى واضحاً بين وفدي مشاورة السوكهولم حول قضية فتح مطار صنعاء الدولي وهو النقطة التي تشكل إحدى أولويات المبعوث الأمم والحوثين تصور الحكومة بهذا الخصوص يقضي بالتعامل مع المطار باعتباره مطار محلي إذ يتعين أن تمر الطائرات ذاهبة إليه والآتية منه عبر مطاري عدن أو سيئون تبديداً للمخاوف الأمنية من سوء استخدام مطار رئيسي كهذا في دعم معركة الحوثين موقف الحكومة عبر عنه عضو وفدها إلى مشاورة السوكهولم وزير الثقافة مروان دماج في حنجاء رد الحوثيين على لسان رئيس الوفد محمد عبد السلام الذي طالب بأن يتم تشغيل مطار صنعاء وفق المعايير الدولية معللاً رفض جماعته لمبدأ التفتيش الحكومة طالبت برفع الحصار على المدينة تعز ورهنت أي تقدم في هذه المشاورات برفع الحصار عن المحافظة وإنهاء معاناتها الممتدة منذ أربع سنوات وأبقت على موقفها الثابت من ضرورة تسليم مدينة الحديدة والميناء للحكومة لكن وفد جماعة الحوثي يتمسك بموقفه بشأن الميناء الذي قبلت الجماعة بتسليمه فقط لإدارة أممية مع بقاء نفوذها الأمني والعسكري في مدينة الحديدة مؤشرات الخلاف الجوهري حول قضايا المفاوضات التي ينبغي أن تأتي في أعقاب هذه المشاورات تبدو جالية فيما تضج به تصريحات الوفدين حيث اعتبر عضو وفد الحوثيين عبد الملك العجري أن الحديث عن مرجعيات قديمة وعن القرار 2216 مجرد استرضاء لوفد الحكومة وأن الواقع يؤكد الحاجة إلى مرجعيات جديدة تؤسس لمرحلة ولمؤسسات انتقالية جديدة بحسب تعبيره هذا السلام الذي لا يعني مكافأة الميليشيا والذي يعني أن على الميليشيا أن تغادر كل أوهامها واستعلاعاتها العرقية والسلالية من تحقيق دولة مدنية يتمتع فيها المواطنين بالمساواة وأيضا أن طريق السلام هو طريق معروف وطريق واضح بالنسبة لنا ولا نعيد اختراعه الآن طريق السلام قائم على قرارات الأمم المتحدة وقائم على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني رد الحكومة على طرح كهذا عكس عمق الخلاف الناشئ بين الطرفين والذي حكم جولات المشاورات الأربع السابقة الجديد بعد ثلاثة أيام هو أن هذه المشاورات لا سقف لها ما يعني أن الوفدين قد يستمران عشرة أيام في ستوكهلم وإن تحققت نجاحة مهمة فقد يذهب إلى الكويت للتفاوض حول القضايا الأساسية للحل ترجمة نانسي قنقر